الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه اللهم اغفر لنا ولوالدين ولشيخنا وللمسلمين قال المولف رحمه الله تعالى مسألة الخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد عند الأكثر وقال الرازي الحنفي إن كان لحق الله تعالى ما في مسألة قبلها؟ ما عنده ما في أشرح المسألة قبلها؟ إذن أشرح المسألة قبلها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد حينما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن صيغ العموم وهل يدخل فيها النساء أم لا بين المصنف رحمه الله تعالى أن الصيغ نوعان صيغ تكون عامة للرجال والنساء فتدخل فيها النساء قطعا وهناك صيغ تكون خاصة بالرجال ولا يدخل فيها النساء إلا بقرينة وبين هاتين الصيغتين أو بين هذين النوعين صيغ متردد فيها وفيها خلاف ومن هذه الصيغة التي ذكرها المصنف فقال مسألة من الشرطية تعم المؤنث عند الأكثر ونفاه بعض الحنفية من هي من صيغ العموم كما تقدم معنا سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة ولكن عموم من هذه أهو عام للذكر والأنثى أم هو خاص بالذكر ولا تدخل فيه الأنثى إلا بقرينة ذكر المصنف رحمه الله تعالى القول الأول وهو قول أكثر أهل العلم أن من تعم المؤنث والمذكر معا قال عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم وقد بيّن ابن مفلح من المراد بالأكثر وأنهم الأئمة الأربعة جميعا ثم قال المصنف ونفاه بعض الحنفية جاء عن الحنفية مسألة مشهورة وهم أنهم يرون أن الأنثى لا تقتل إذا ارتدت فلما أشكل عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا وجه جمع من الحنفية هذا الحديث بعدد من التوجيهات فجاء عن بعض الحنفية وليس هو موجودا في أغلب كتب فقه الحنفية أن من في هذا الحديث أو من في هذا الحديث أي من بدل دينه أنها خاصة بالذكر ولا تدخل فيها الأنثى وأخذ من ذلك أن بعض الحنفية يرون أن من الشرطية تكون خاصة بالذكور دون الإنث وهنا تأتي فيها مسألة وهي قضية أن المصنف رحمه الله تعالى عنوان هذه المسألة بقوله من الشرطية فخصها بالشرطية دون ما عداها وقد تبع في ذلك ابن مفلح وابن مفلح تابع في ذلك لابن الحاجبي وابن الحاجبي يتبع في ذلك أبا المعالي وقد اعترض عليهم في تخصيصهم هذه المسألة بمن الشرطية دون غيرها كالاستفهامية ونحو ذلك فذكر الصفي الهندي في كتابه النهاية أنه لا فرق بينها أي بين الشرطية وغيرها كالاستفهامية وأن هذا الخلاف جار في جميع هذه الصيغ وبناء على ذلك فإن بعضا من المحشين وهو العطار في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع قال إن تقييد هذه المسألة بالشرطية فقط لا مفهوم له بل إن الاستفهامية تأخذ حكمها كذلك ثم قال وإن هذا التقييد ليس بجيد لأن الأولى لا يذكر في المسألة إلا ما له مفهوم يمكن أن يوجه كلام المصنف وغيره بأنه ذكر لأحد الصور والباقي يقاس عليه كما ذكر ذلك الشيخ زكري في كتابه الغاية شرح اللب نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة قرأها القارئ قبل قليل قال مسألة الخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد عند الأكثر هذه المسألة تتعلق بمسألة دخول العبيد في خطاب الشارع العام فقال المصنف الخطاب العام أي بجميع الصيغ العامة المتقدمة سواء كانت جمعا محلا بالجنس أو المفرد أو من أو غيرها من الصيغ التي تقدم ذكرها ومثل المصنف بمثالين فقال كالناس وهو اسم جنس والمؤمنون أو المؤمنين وهو اسم جمع دخل عليه الجنس ونحوهما من الصيغ التي تقدم ذكرها قال يشمل العبد والمراد بالعبد أي القن وبناء على ذلك فكل صيغة عامة تلد من الشارع فإنه يدخل فيها العبد ولا يحتاج إلى دليل أو قرين لدخوله ولا يخرج منها إلا بدليل أو قرينه قال المصنف عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم والمراد بالأكثر هؤلاء هم جمهور العلماء وقد قال بذلك من أصحاب الإمام أحمد أبو محمد التميمي وابن عقيل وأبو الخطاب شيخه وأبو البركات وقال يوسف بن عبد العهادي إن أكثر الأصحاب عليه وقد جاء عن أحمد نصوص كثيرة تدل على أنه نص على هذه المسألة حتى قال ابن عقيل نص عليه أحمد في مواضع كثيرة في الإله والشهادات واللعان وغيرها من الصيغ التي حكى فيها الحكم للذكر والأنثى معا عفو للحر والعبد معا ثم قال المصنف وقال الرازي الحنفي الرازي الحنفي إذا أطلق فالمراد به الجصاص صاحب الفصول وهذا النقل المنقول عنه هنا لم أجده ربما يوجد في غير الأجزاء المطبوعة من الفصول وربما لم أستطع الوقوف عليه قال وقال الرازي الحنفي إن كان لحق الله تعالى أي إذا كان الخطاب والأمر لحق الله عز وجل فإنه يشمل العبيد كذلك وإن كان الخطاب لحق الآدميين فإنه لا يشملهم وسيأتي المثال عليه بعد قليل في الشهادة لأن الشهادة تصلح للتمثيل لهذا القول والقول الثالث الذي سأذكره وهذا القول الذي جاء عن الرازي لم أقف أن أحد من أصحاب أحمد قال به لكن هناك قول ثالث وهو قول ذكره التميم عن بعض أصحاب الإمام أحمد ونسبه أبو البركات كذلك تبعا له لبعض أصحاب الإمام أحمد وقال به أكثر المالكية وبعض الشافعية وهو أن الخطاب أو اللفظ العام لا يشمل العبيد مطلقا سواء كان لحق الله عز وجل أو لحق الآدميين والمصنف أغفل هذا القول ربما أن ذكره لقول الرازي إيماء لهذا القول ربما ولكن ذكره لهذا القول أولى لأن بعض أصحاب أحمد قالوا بهذا القول ولم يقولوا بالقول الثاني الذي حكى من الأمثل المهمة المتعلقة بهذه المسألة وتنبني عليه الخلاف أن الله عز وجل قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فقوله رجالكم رجالكم أو من رجالكم هذه من صيغ العموم لأنها جمع مضاف والجمع المضاف يفيد العموم كما تقدم معنا فعلى القول بأنه يشمل الأحرار والعبيد معا فالواجب أن تقبل شهادة العبيد وهذه إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد بل قد نص عليها أحمد في أكثر من موضع بل قد حكي إجماع الصحابة عليه فيما نقل عن أنس وأما قول الجمهور ومشهور مذهب الإمام أحمد أن العبد لا تقبل شهادته ولكن القول الأول أحظ بالنظر في الاستدلال في هذه المسألة فإن الأصل أن اللفظ العام يشمل الذكورة يشمل الأحرار والعبيد معا ولذا فإن الشيخ تقييدين اختار أن العبيد تقبل شهادتهم ولا ترد لأنهم داخلون في هذا العموم والحقيقة أن هذا القول أحظ بالدليل وأحظ بالنقل كما نقلت لكم عن أنس رضي الله عنه أنه يكاد أن يكون إجماعاً متقدماً في عهد الصحابة عليه ولذلك هنا مسألة مهمة بيّن المؤلف وهو من اللحام في كتابه القواعد أن هذه القاعدة وهي قاعدة أن اللفظ العام يشمل العبيد قد خالفها أصحاب أحمد في المشهور في كثير من الصور وأن الصواب أن نطرد هذه القاعدة إلا أن يدل دليل صريح على إخراج العبيد يقول ابن اللحام ودع الأصحاب في صور كثيرة أنها خرجت عن القاعدة بدليل قال وفي كون ذلك دليلاً تخرج به نظر والأظهر جعله كالحر في جميع أحكامه إلا ما أجمعت على خلافه أي الأمة أو صح الحديث بخلافه وهذا الكلام من ابن اللحام في غاية الدقة ولذلك فإن من المرجحات ومنها مسألة الشهادة وهي من أشهر المسائل الأصل أنه لا يفرق بين العبد وبين الحر في قبولها وهذه المسألة وإن لم تكه في زمننا ذات أهمية إلا أن أثرها القضاء عندما كان العبيد والأرق موجودين أثرها كبير ومهم نعم فضل مسألة مثل يا أيها الناس يا عبادي يشمل الرسول عليه السلام عند الأكثر وقال الصيرف والحليم إلا يكون معه قل نعم هذه المسألة هذه المسألة عنو لها بل المصنف عنوان لها في كتابه القواعد بالمخاطب بفتح الطائي فيكون اسمه مفعول المخاطب هل يكون داخلاً في العمومات الواقعة معه أم لا وصورة ذلك أن هذا المخاطب إذا خوطب من الشارع بلفظ هل يدخل فيه أم لا والمخاطب إما أن يكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المسألة بحثها المصنف وإما أن يكون المخاطب غير الرسول صلى الله عليه وسلم كأحد الصحابة أو عمومهم فإنه كذلك هل يدخل فيه أم لا هذه كذلك وقبل أن نبدأ بهذه المسألة أريد أن أبين إشكال هذه المسألة حيث أن هذه القاعدة عند أصحابنا تحكى بصيغتين تارة يقولون المخاطب يدخل في العموم وتارة يقال المخاطب لا يدخل في العموم ووجه التفريق بينهما وأشار لهذا الأمر المؤلف وهو ابن اللحام في القواعد أنه إذا كان المخاطب هو الشارع أي الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فإن المخاطب وهو الرسول يدخل في العموم وأما إن كان المخاطب أحدا من الناس فإنه لا يدخل في العموم كما لو قال شخص من دخل داري فله كذا فهو ليس داخل في هذا أو قال من دخل داري فأعطه كذا فليس داخلا في هذا العموم وهذه قاعدة المذهب وذكي قل المصنف قاعدة المذهب تقتضي عدم الدخول ولكن المرجح عند أكثر الأصوريين أن الخطاب العام يتناول الرسول وقد يقال إنما كانت قاعدة المذهب مخالفة لقاعدة الأصول لأن خطاب الشارع المراد به التعبد وهو العام وأما قاعدة المذهب فهي أقوال غير الشارع يعني كلام المكلفين ومثل ما ذكرنا مسائلة قبل أن هناك القاعدة قد تنقلب إلى عكسها فيما إذا كانت في كلام المكلفين لا في كلام الشارع يقول المصنف مثل يا أيها الناس ويا عبادي بدأ يتكلم المصنف في الأمثلة التي وردت وهي الأمثلة التي جاء فيها صيغة عامة وهذه الصيغ العامة نقلت للنبي صلى الله عليه وسلم وخوطب بها فهل تشمله أم لا نقول محل هذه الصيغة العامة فيما إذا لم ترد قرينة تدل على خروجه فيما لو كانت القرينة يا أيها الأمة وليست يا أيها الناس ونحو ذلك يقول المصنف يشمل الرسول عليه السلام عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم ممن جزم بذلك أبو البركات وبن مفلح وجزم به الطوف وقال إنه قول الأكثر وقال المرداوي إنه الصحيح وعليه جماهير أهل العلم ثم حكى المصنف قولا آخر فقال وقال الصيرفي والحليمي وهذان الشخصان هما من فقهاء المالكي من فقهاء الشافعية والمصنف والمصنف تبعا لغيره نقل هذين القولين عن إمام الحرمين الجويني والجويني ذكر قولهما وضع عثه وعبارة الجويني في البرهان هذا ذكره الصيرفي وارتضاه الحليمي وهو عندنا تفصيل فيه تخيل يبتدره من لم يعظم حقه من هذا الفن الجويني أحيانا قد يغلض العبارة وخاصة في البرهان بل وفي غيره مثل كتابة الذي سمه مغيث الخلق أغلض جدا على فقهاء الحنفية ربما بعض الناس قد يكون يعني وخاصة من كان ذا أدب وبلاغة والجويني صاحب أدب وبلاغة فالذي يكون عنده أدب وبلاغة يعني لسان وقدرة على البيان ينسى نفسه أحيانا في الرد على بعض أهل العلم وإلا فالصيرفي والحليمي من أعيان الشافعية ولكن كأن الجويني شد عليهم فقال إنه يعني إنما يفهمه إنما يقول بهذا من لم يعظم حظه من هذا الفن كذا قال قال المصنف وقال الصيرفي والحليمي عرضا أن هذا النقل بواسطة إمام الحرمين إلا أن يكون معه يعني إلا أن يكون في أول الخطاب أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ بأن يقال له قل فيقال قل يا أيها الناس أو قل يا عبادي فإنه إذا كان كذلك فإنه لا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم وأما إن لم يكن فيه قل فإنه يتناوله من أمثلة ذلك قول الله عز وجل قل يا قوم اعملوا على ما كانتكم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله هذه المسألة التي أوردها المصنف هل لها ثمرة أم ليست لها ثمرة هناك مسلكان لأهل العلم قيل إنه لا ثمرة لها لأنه ما من خطاب خوطب به المؤمنون إلا وقد كلف به النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة لأن الأدلة قد دلت على تكليفه عليه الصلاة والسلام وأمره بالعبادة فيكون الدليل خارجي فلا ثمرة لها وقيل بلها ثمرة وذلك إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يخالف الأمر العام هل يكون ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام نسخا أم نقول إنه ليس بنسخ لأنه ليس مخاطبا به هذا هو محل المسألة وعلى ممثمرتها في الغالب تكون نادرة مسألة في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق فيه ثلاثة أقوال ثالثها يتناول إلا في الأمر واختارها بالخطاب نعم هذه المسألة عكس السابقة الأولى هل يتناول المخاطب لفظ العموم هذه عكسها وهو هل يدخل المخاطب بكسر الطاء اسمه فاعل هل يدخل المخاطب في خطابه العام أم لا يدخل سورة ذلك إذا صدر خطاب من مكلف هنا لا يتصور صدر الخطاب من الشارع وإنما دخوله من المكلف وذلك عبر المصنف من صدر منه من الخلق إذا صدر خطاب من أحد المكلفين بصيغة عامة فهل يدخل في ذلك الخطاب أم لا هذه المسألة ذكر العلماء أن لها حالتين الحالة الأولى أن يكون ذلك المكلف هو النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو المتكلم وهو الذي خاطب أمته وهذه مسألة مشهورة ويسمونها إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمتها هل يدخل عليه الصلاة والسلام في عموم الأمر أم لا والحالة الثانية أن يكون المتكلم غير النبي صلى الله عليه وسلم من المكلفين وهذا كثير جدا في الصور يقول المصنف في تناول الخطاب العام يعني إذا كان صيغة الخطاب خبرا كان أو أمرا صيغته عامة من صدر منه من الخلق هذا يدلنا على أن الفاض الشارعي الفاض الله عز وجل في الكتاب لا تكون داخلة في هذه المسألة وإنما متكلم بألفاظ الخلق وألفاظ الخلق يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد ذكر الشيخ تقي الدين عن الحلوان أن الخلافة فيهما واحد في المسألتين أي في الحالتين قال فيه فيه معناها أي في هذه المسألة وكثيرا ما يستخدم الفقه ضميرا يذكرونه ويحيرون عليه وإن لم يفق موجودا وهذه مشهورة جدا في استخدام الفقه وإن عيب عليهم ذلك وذلك فإن بعضا من العلم لما أورد عبارة المصنف وهو الشارع أي الجراعي قال إن كلمة فيه هذه لا فائدة منها ولا غرض فلو حذفها لكان أجود قال فيه ثلاثة أقوال وأورد المصنف ثالثها فقط هذه الطريقة وهو القول ثلاثة أقوال وثالثها من غير أن يقول أصحها يدلنا على أن هذه أو هذه الطريقة يسمونها بالخلاف المطلق يعني أن المصنف أطلق الخلاف ولم يرجح أي من هذه الأقوال والمسألة فيها ثلاثة أقوال القول الأول مفهوم من السياق المصنف أن الخطاب العام يتناول من صدر منه وهو المخاطب وهذا القول عليه كثير من فقهاء أصحاب الإمام أحمد جزم به القاضي والموفق بن قدامة والطوف بل قال الطوف إنه قول الأكثر وكذلك قال المصنف في كتابه القواعد وقال أبو البركات إنه الأقيس بكلام أصحابنا إن الأقيس بطريقة استخدامات في الأدلة وذكر القاضي أن أحمد قد أومأ إليه في مسائل أوردها القول الثاني عكسه وهو أنه وهو أن من صدر منه الخطاب من الخلق لا يدخل في لفظه العام وهذا قول عند أصحاب الإمام أحمد قال به من أصحاب الإمام أحمد أبو محمد التميمي في رسالته في الأصول المطبوعة وقال عبد الحليم ابن تيمية والد الشيخ تقي الدين وابن المجد إن أكثر كلام القاضي عليه الذي في العدة على القول الأول بينما ذكر أن أكثر كلام القاضي على هذا وأنه لا يدخل وقد نسب القاضي أبو يعلى في العدة هذا القول أكثر الفقهاء والمتكلمين لكنه رجح الأول في العدة وأما في غير العدة كما هو ظاهر كلام الشيخ عبد الحليم أن أكثر كلامه على القول الثاني القول الثالث هو الذي أورده المصنف عن أبي الخطاب قال يتناوله إلا في الأمر حقيقة هذا القول هو التفصيل بين العام إذا كان قد ورد في خبر وبين العام إذا كان قد ورد في أمر فإن كان العام قد ورد في خبر فإن المتكلم الذي صدر منه الخطاب يدخل تحته وإن كان العام قد صدر في أمر فإنه لا يدخل تحته وهذا مبني على اشتراط العلو أو الاستعلاء الذي تقدم معنا في أول نباحث الأمر والمرء لا يتصور أن يأمر نفسه هذا كلام أبو الخطاب في هذه المسألة وجزم به بل قد جزم أن أكثر الفقهاء على هذا القول مع أن شيخه أبا يعلى ذكر أن قول أكثر فقهاء على الأول ولكن التفصيل هنا من أبو الخطاب في بيان قول العلماء في هذه المسألة نعم مسألة مثل خذ من أمواله صدقة يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر نعم هذه المسألة التي أوردها المصنف الحقيقة أنه أورد مثالا وسكت فتكلم عن مسألة خذ من أموالهم صدقة هل هي عامة أم ليست بعامة وقبل أن أبدأ بشرح هذه المسألة وما الذي تندرج تحته من المعاني لننظر لهذه الآية التي أوردها المصنف فإنه ذكر قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة العلماء يقولون أن هذه الآية فيها عموما العموم الأول عموم الأموال لأنه جمع مضاف عرف بالإضافة فيكون عاما فهذه الآية دلت على عموم جميع الأموال العموم الثاني في هذه الآية عموم الأفراد وهو الضمير فإن الضمير له عموم وأظن أني تكلمت عن هذه المسألة قبل ووجه ذلك أن جميع من كان عنده مال يؤخذ من ماله الصدقة إذن هذه الآية فيها عمومان هل يعمل بهذين العمومين أم لا كيف يعمل بهما نقول على سبيل المثال إن هذه الآية دلت على أخذ الزكاة من جميع الأموال إلا أن يرد دليل يدل على إخراج نوع من الأموال فنستدل بها أولا على أن الخيل فيها زكاة إلا أن يرد دليل خاص على الخروجها ومن الأدلة الخاصة على الخروج قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في عبده وفي داره ودابته زكاة وغير ذلك من الأدلة هذا الحديث يدل على عدم اشتراط النصاب إلا أن يدل دليل فجاءنا دليل يدل على اشتراط النصاب ليس فيما دون خمس أواق صدقة وهكذا من الأدلة التي تكون مخصصة لهذا العام من أهم الصور أو نسالة بنيت استدلال على هذه المسألة وفيها خلاف عموما سأريد عمومين العموم الأول متعلق بعموم الأموال والثاني متعلق بعموم الأشخاص فأما عموم الأموال فهي المسألة المشهورة وهي مسألة زكاة عروض التجارة فعروض التجارة استدل على وجوب الزكاة فيها بهذه الآية وهي قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة وعروض التجارة من الأموال بل قال بعض أهل العلم إن أظهر الأموال هي عروض التجارة وهي أكثرها فالذي تكون عنده أموال طائلة أغلب التجار أغلب الملاكة والأثرياء إنما أموالهم الطائلة هي عروض التجارة ولذلك كان تبادرها لهذا العموم أولى ولذلك نستدل بهذه الآية على ابن حزم حينما أنكر ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة ومن هذا الاستدلال استدلال ابن عبدالبر عليهم فللحافظ أبي عمر ابن عبدالبر نفس الاستدلال الذي أوردته لكم وقال إن هذا دليل على أهل الظاهر لأن أهل الظاهر يطلقون العموم فالواجب عليهم العمل بهذا العموم وأن لا يخرج عنه وكلام ابن عبدالبر هو في محله فإن هذا يدل على العموم طبعا للفائدة ابن حزم له إجابة عن هذا الاستدلال أورده في كتابه الإحكام في الأصول وهو استدلال فيه بعض التكلف فقال إن هذا العموم استثناء وذلك أن الأصل أنه لا يجوز أخذ مال مسلم إلا بطيب نفس منه فجاءنا الاستثناء وهو أخذ الزكاة فحينئذ نقول يجب أن يكون الاستثناء ضيقا فيكون اللفظ مجملا وحينئذ نقول لا نصير في تفسير ذلك المجمل إلا بنص صريح أو إجمع مقطوع به وهذه سأذكرها عندما نذكر مسألة عنوانة هذه المسألة بمتكن المسألة الثانية في عموم هذه الآية في عموم الأفراد في قوله خذ من أموالهم الضمير يشمل كل الأفراد فيشمل الصغار والكبار وذلك فإن المجنون عند الجمهور والصغير الصبي يزكى ماله ويجب على وليه أن يخرج زكاة ماله وإلا فقد بقي ذمته مشغلة به وهذا عليه قضاء الصحابة فقد جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهم كانوا يقولون أتجروا في أموال اليتامة لا تأكلها الزكاة إذن هذه عمومان في هذه الآية طيب نذكر هذه المسألة ثم أعود لمسألة مهمة متعلقة بها قال مثل أي قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال أي من جميع الأموال عند الأكثر قول المصنف رحمه الله تعالى عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم وقد قيل إن الذين خالفوا في هذه المسألة ابن الحاجب الذي هو أصل كتاب صاحبنا وقد أخذه ابن الحاجب مما مالع إليه الآمدي وأنتم تعلمون وكررته أكثر مرة أن ابن الحاجب أخذ مضمون كتابه من الآمدي وإن لم يأخذ نصه وكذلك أيضا ممن قال بهذا القول الحنفي الكرخي المسألة المهمة عندي حقيقة لما قال هؤلاء إن هذه ليست بعامة ومعنى كونها ليست بعامة أي أنها مجملة فلا بد من يعني البحث عن دليل مبين للصدقة ومبين للمال ومبين لملاك المال وجدت لأهل الأصول أكثر من طريقة في حكاية سبب الخلاف في عموم هذه اللفظة أم لا من طرقهم في ذلك وهو طريقة عامة تشمل أغلب الأفراد التي تحتها وهو ما ذكره الجصاص في الفصول حينما ذكر أن العموم إذا كان بلفظ مجمل هل يصح الاحتجاج به أم لا ووجه ذلك من الآية قال إن قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة صدقة هذه مجملة لا يعرف مقدارها فهل يصح أن نستدل بهذه الجملة التي في بعض أجزائها إجمال فنستدل بالجزء الذي فيه العموم وإن كان في الجزء الباقي إجمال أم لا هذه الطريقة الأولى في حكاية سبب الخلاف الطريقة الثانية هي التي ذكرها أبو زيد الدبوسي وتبعه عليها كثير من أصورين أو بعض الأصورين المتأخرين ومنهم محمد بن اسماعيل الصنعاني فذكر أن سبب الخلاف هو الجمع المضاف إلى الجماعة أموال أضيف إلى جماعة وهو ضمير الجمع هم أموالهم خذ من أموالهم هذه طريقة أبي زيد وذكره في النظم الذي شرحه الصنعاني الطريقة الثالثة مشي عليها كثير من الشافعية كالإسنوي وأبي زرعة ابن العراقي في شرح جمع الجوامع وهو أن الخلاف سببه إذا كان المأمور به اسم جمع مجرور بمن خذ من أموالهم هكذا صاغها وقال بعض المتأخرين والطريقة الرابعة أن هذه المسألة الخلاف فيها سببه أنه إذا اجتمعت صيغة تبعيض وهي من مع صيغة الجمع وهي الجمع المعرف بأل أو المعرف بالإضافة فهل تدل على العموم أم لا هذه أربع طرق في حكاية سبب الخلاف والخامسة ما نقلتها لكم عن ابن حزم أن ابن حزم يرى أن العموم الذي جاء على سبيل الاستثناء هل يأخذ العموم المطلق أم لا وهذه خمسة الطرق في حكاية الخلاف لعل هذا هو السبب أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر المثال ولم يذكر عنوانا يعنون به هذه المسألة أو يذكر حكما كليا تندرج تحته هذه الأمثلة لسبب الاختلاف الذي أوردت لكم في هذه المسألة والعموم هذه المسألة كما قلت لكم هي مسألة مشهورة جدا الآية وحدها استدل بها على الكثير من المسائل زكاة الخيل زكاة أموال الصغار زكاة أموال المجانين وهكذا من كثير من المسائل نعم مسألة العام إذا تضمن مدحا أو ذم مثل إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم لا يمنع عمومه عند لئمة الأربعة ومنعه قوم ونقل عن الشافعية أيضا نعم هذه المسألة يقول فيها المصنف أو أورد فيها المصنف بعض القراءة التي اختلف هل هي تكون مانعة من عموم اللفظ أم لا فقال العام مراده بالعام أي اللفظ العام الذي جاء بصيغة العموم إذا تضمن مدحا أو ذم يعني جاء في سياق المدح أو الذم ومثل لذلك لمدح وذم بآية واحدة وهي قول الله عز وجل مثل إن الأبرار لفي نعيم هذه سياق المدح فالصيغة العموم هي الأبرار وسياق المدح في قوله لا في نعيم وإن الفجار لا في جحيم العموم هي الفجار وفي جحيم هذا سياق الذم أو تضمن الذم قال لا يمنع عمومه أي لا يمنع العموم لجميع الأبرار وجميع الفجار قال عند الإمة الأربعة أي جميع المذاهب الإمة المذاهب الأربعة في المعتمد عندهم وقد نص على هذا جمع من أصولي الحنابلة كأبي الخطاب وأبي الوفى بن عقيم وأبي البركات والشيخ تقي الدين وبن مفلح وكذلك المرداوي وغيرهم من أمثلة احتجاجهم أي لإمة الأربعة على أن العام إذا ورد في سياق مدح أو تضمن مدحا أو كان في سياق ذم أو تضمن ذم فإنه يفيد العموم استدلالهم بقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فهذه جاءت في سياق ذم استدل بها على أن كل من كان ذهبا أو فضة فإنه يكون مذموما ويحرم عليه ذلك أخذ من هذا أو استدل بهذا على أن الحلية فيه الزكاة وهذا يشمل كل ذهب ومنه الحلي فنقول نعم هذا الدليل ذل على ذلك لكن قد يرد دليل مخصص فلا بد أن نبحث عن دليل مخصص يخرج الحلي وهذا صحيح حتى عند مشهور مذهب أحمد فيرون أن الأصل في الذهب والفضة الزكاة بخلاف العروض غير الذهب والفضة فإن الأصل فيها عدم الزكاة ويذلك لا ينتقل تنتقل الأثمان من كونها عروض تجيب فيها الزكاة إلى عروض لا تجيب فيها الزكاة إلا بأمرين وهو الصنعة والنية فالصنعة بأن يكون حليا والنية بأن ينوي الاستعمال أو الإعارة عكس العروض الأخرى فإن العروض الأصل فيها عدم الزكاة فلا تنتقل إلى عروض فيها الزكاة وهي عروض التجارة إلا بأمرين النية والعمل فالنية نية التجارة عن المعاوضة بالبيع والشراء والعمل هو أحد أمرين إما السوم وإما العرض وهذه مسألة مشهورة تذكر في كتاب الزكاة من كتب الفقه قال ومنعه قوم هؤلاء القوم الذين أبهمهم المصنف رحمهم الله تعالى أظهرهم غيره فقد ذكر أبو الخطاب وابن عقيل أن هؤلاء هم بعض الشافعية وصرح أبو البركات المسودة بأكثر منهم فقال قال بعض الحنفية الكرخي وغيره وبعض المالكية وبعض الشافعية وهؤلاء الشافعية البعض سماهم المرداوي فقالهم ملكية أي الهراسي والقفال والقاضي حسين يعني المروزي نعم نسألة قول الشافعي كون كل استفصالي من الرسول عليه السلام في حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال قال أبو البركات وهذا ظاهر كلامي أحمد نعم هذه المسألة من المسائل اللطيفة في صياغة جملتها وكذلك هذه المسألة كثيرة الاستخدام في كتب الفقه وسأذكر من الذي يكثر استخدامها بعد قليل من فقه ملهبي أحمد قبل أن نتكلم عن صيغة هذه المسألة تكلم عن عموم هذه المسألة هذه المسألة ما تعلقها بالعموم المباحث التي سبقت معنا أغلبها متعلقة بأحد أمرين إما صيغة عموم ودلالتها أو ما يلحق به العموم مثل عموم المضمرات وعموم الأفعال وعموم المفاهيم هذه المسألة تتعلق بنوعا ثالث وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال فهي ألفاظ لكنها جاءت بغير صيغة العموم وإنما جاءت بصيغة خصوص فهي جاءت بغير لفظ العموم فتعطى حكم العموم ولذلك عبر المصنف ينزل منزلة العموم هي ليست عموما لكن تنزل منزلة العموم وهذه القاعدة التي أوردها المصنف لأهل العلم فيها مسلكان الإعمال وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه على إعمالها والحنابرة كذلك على إعمالها وكثير من المالكية كذلك فالجمهور على إعمال هذه القاعدة القول الثاني الذين لم يعملوا هذه القاعدة وهم الحنفية فإنهم لم يعملوا هذه القاعدة وقال به بعض الشافعية مثل الكير هراسي صاحب أحكام القرآن فإنه لم يعملها فيما نقله عنه بن بهادر في البحر ولذلك فإننا سنمشي الآن على من أعمل هذه القاعدة وما ينبني عليه قول مصنف قول الشافعي هذا القول من سبل للشافعي وقد حكى جمع من أهل العلم أنهم لم يقفوا عليه منصوصا من كلام الشافعي أما كتبه المطبوعة فليس فيها ذلك اللهم إلا كلام بمعنى أورده الشافعي في مسألة من أسلم على أكثر عن أكثر من أربع زوجات لما أورد حيث غيلان هو معنى هذا الكلام لكن ليس بنصه وأول من نقل عنه هذا الكلام بهذه الصياغة هو الجويني في البرهان ولذلك يقول ابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر لما أورد هذه القول قال هذا القول لم أجده مصطورا في كتبه أي كتب الشافعي لكن نقله عنه لسان مذهبه بل لسان الشريعة على الحقيقة يقصد به أبا المعالي الجويني هذا كلام ابن السبكي نقلته بنصه المقصود أن الجويني هو الذي شهرت عن هذه وأنا لا أستبعد أن الجويني نقلها بالمعنى لماذا قلت هذا؟ لأنني ذكرت لكم قبل أن النقل التي ينقلها الجويني عن الرسالة يزيد فيها وينقص فدل على أن الجويني ينقل المعاني أكثر مما ينقل الألفاظ عن الشافعي فهو ينقل بالمعنى وقد كنت أتوقع وما زلت هذا التوقع عندي احتمال أن الجويني لم يقف على الرسالة للشافعي احتماله لم يقف عليها وأنه ينقل عنها بالواسطة بواسطة كتاب أبيها بمحمد فإن أباه شرح الرسالة فأنا لا أستبعد أن أبا المعاني لم يقف على الرسالة لأن النقلات عنها فيها بعض الإغراب بعض الشيء أو أنه ينقل بالمعنى فيزيد كما يدل عليه هذا النقل عنهم نعم هذه الجملة يقول فيها الشافعي أو نقلت عن الشافعي بهذه الهيئة قال تركوا الاستفصال قولهم الاستفصال المراد به طلب التفصيل تفصيل الأحوال هذا معنى الاستفصال والتعبير بالاستفصال ذكر بعض علماء اللغة أنها كلمة ليست موجودة أو مسموعة عن العرب ولذلك لم تلد في المعاجم اللغوية القديمة وقيل إن أول من تكلم بعبارة الاستفصال هو الشافعي انثبت أن الشافعي قد قال هذه الكلمة ونحن نعلم جميعا أن البيهقي قد ألف كتابا سماه الاحتجاج بالشافعي بناه على أن الشافعي كلامه حجة ومن أحسن من عني بلفظ الشافعي وبيان لغته من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر في مقدمته للرسالة له فقد ذكر اللغة التي كان يتكلم بها كلغة ربيعة في بعض الألفاظ وله كلاما لطيف جدا وقد أجاد الشيخ أحمد في تحقيقه الرسالة أيما إيجاده لكن للفائدة من أراد أن يشتري هناك طبعة للرسالة خرجت بعد حياة الشيخ بقليل طبعة دار التراث في آخرها نحو من أربع صفحات وجدوا نسخة الشيخ فيها تعديلات في خط يده فصححوها هذه يغفل عنها كثير من طلبة العلم الذين يعنون بكتاب الرسالة فيأخذون مصورة الطبعة الأولى نعم لكن مصورة طبعة دار التراث أجود لأن فيها إشارة التصحيحات التي صححها الشيخ بيده والتراث طبعة كتابين للشيخ أحمد شاكر وأثبتوا تصحيحاته كتاب الخراج ليحيى بن آدم وكتاب الرسالة وهذه طبعة مع أنها تصوير ربما يزهد فيها بعض طلبة العلم لكنها أجود الطبعات طيب إذن عرفنا تركه للإستفصال قال من الرسول عليه السلام تعبيره بقوله من الرسول يدلنا على أن هذه القاعدة إن مراد بها في كلام الرسول دون كلام المفتين نعم بعض الفقهاء يجعلها شاملة حتى لكلام المفتين والصواب أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم قوله في حكاية الأحوال أي إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال فأجاب من غير استفصال عن الحال التي كان عليها السائل هذا معنى قوله في حكاية الأحوال يعني لم يقل احكي لحالك ما هو حالك أيها السائل وهذا معنى قوله في حكاية الأحوال قال ينزل منزلة العموم في المقال قوله ينزل منزلة العموم كما مر معنا أنه ليس عموما حقيقيا وإنما ينزل منزلة العموم وقوله في المقال أي كما لو كان قد جاء بصيغة عموم والعموم هنا المراد به عموم الأوصاف كما هو ظاهر كلام أغلب العلماء في الأمثلة التي سأرد بعضها بعد قريد وقد يحتمل عموم الأشخاص كذلك سورة هذه المسألة قبل أن نذكر الأمثلة أن يأتي سائل للنبي صلى الله عليه وسلم فيسأله عن حكم واقعة ما وهذه الواقعة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم يكون لها أكثر من صورة ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه عن أي صورة كان عليها السؤال وإنما يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم دون استفصال عن بيان الصور فنقول حينئذ إن هذا الجواب يشمل جميع الصور هذا هو معنى هذا الكلام طيب هذه القاعدة قبل أن أولد أمثلتها وأولد أيضا شروطها وهو مهم الشروط ذكر المصنف أن أبو البركات يعني به المجد بن تيمي صاحب المحرر قال وهذا ظاهر كلام أحمد وهذا الكلام ذكره أبو البركات في المسودة قال لأن أحمد احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك ثم قال صاحب المسودة وهو أبو البركات وكذلك أصحابنا وأمثلة ذلك كثيرة وقد أكثر التعليل بهذه القاعدة كثرة حقيقة شيخ الإسلام من تيمية فالشيخ تقييد دين يكثر الاستدلال بهذه القاعدة طيب هذه القاعدة لها شروط أو قبل أن نذكر الشروط خلنا نذكر الأمثلة ثم نذكر الشروط الأمثلة كما ذكرت لكم أن المجد قال إنها كثيرة جدا ولكن من هذه الأمثلة ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين أن المستحاضة وهي فاطمة رضي الله عنها فاطمة بنت فاطمة بنت حبيش نعم فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم الذي يأتيها وأنه كثير قال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر حيضتك فقوله قدر حيضتك أي قدر العادة استدل به فقها مذهب الإمام أحمد عن المشهور أن المرأة المستحاضة تمكث قدر العادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها أهي مميزة أم لا وهذا استدلال دقيق وجميل وقد وافق الحنابلة فيه القاعدة وخالف فيه الشافعية فالشافعية لم يعملوا بهذه القاعدة التي أوردها إمامهم من أمثلة ذلك يعني أحد الأمثلة أوردها الشيخ تقي الدين المرأة التي أو الشخص الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه الذي أدركته فريضة الحج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هذا الذي كان شيخاً كبيراً لا يستقيم عن راحلة هل عنده مال أم لا ومع ذلك قال حج فدل على الوجوب أخذ منه أن الإبن إذا أراد أن يحج عن أبيه واجب على أبيه أن يأذن له لأن الفريضة لا بد فيها من الإذن من صاحبه فيكون واجباً عليه حين ذاك وهذا أن يترك الاستفصال المسألة الأخيرة عندنا وهي قضية متى نعمل بهذه القاعدة أورد العلماء لهذه القاعدة ثلاثة شروط مهمة الشرط الأول أن تكون جواباً لسؤال ذكر هذا الشرط جماعة منهم الزركشي في البحر إذ لو لم يكن جواباً لسؤال فنقول حينئذ لا ننظر للأحوال فقد يكون ورد لصيغة دون أخرى الشرط الثاني أن تكون هذه الاحتمالات والأحوال التي لم يستفصل عنها متقاربة أو متساوية وأما إذا كانت نادرة أو قليلة الوقوع أو بعيدة فلا تعتبر ولا نقول إنه على عمومه وهذا ملحظ أو هذا الشرط مع ذكر العلماء لهج لهذا الشرط يعني منهم الأبيار ومنهم أيضاً الزركشي إلا أن تطبيقه من الفقه الدقيق أضرب لذلك مثالاً النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأرة إذا وقعت في السمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوها أخذ الفقه في مشهور المذهب أن هذا تركل للسفصال فدل على عموم الأحوال فيشمل المائع القليل والمائع الكثير ولم يفرق بين القلتين وعدمها وقال لا نظر له وسواء تغير أو لم يتغير الشيخ تقيدي ماذا يقول يقول إن هذه الصور التي ذكرتموها إذا كان الزيت كثيراً هذه صورة نادرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من العرب قديماً لم تكن عندهم هذه الأواني الكبيرة التي يضعون فيها الزيت والمائعات وإنما كانت عندهم أوان صغيرة مثل الطاسة ومثل نحوها من الأشياء فوقوع الفأرة فيها هو الذي يحمل عليه فوجود الوعاء الكبير الذي إذا وقعت الفأرة في جزء منه لم تغير الأجزاء الباقية هذه صورة نادرة يجب أن لا ندخلها في السؤال وإذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث على خلاف في تصحيحها كما مر معنا بشرح البلوغ غيره أنه قال ألقوه وما حولها فهذا محمول على الكبير فيكون جمعاً بين النصين وهذا الحقيقة يعني التطبيق على هذا الشرط من دقيق الفقه عند أهل العلم في هذه المسألة الشرط الأخير والثالث وهذا الشرط أورده الغزاري وقبل همام الحرمين الجويني ووافقه الأبياري وبعضهم ولكن لم يذكره أغلب الأصوليين والظاهر أنهم يقصدونه قالوا لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غير عالم بالحال إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عالماً بحال السائل فإن الجواب ينزل ينزل على مقدار السؤال الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون ما عده وإلا فلا طبعاً أمثلة كثيرة أشهرها المثال الذي ورد عند الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل رجلاً لغيلان وقال مرهو فليمسك أربعاً وليفارق من سواهن ولم يسألني صلى الله عليه وسلم هل تزوجهن في عقد واحد أم تزوجهن في عقود متتابعة وبذلك استدل المال الحنفية على عدم العموم وإنما على الخصوص وهذا أشهر مثال نعم التخصيص نعم شرع المصنف بعد ذلك بعد ذكره للعموم ذكر التخصيص وهنا أعذروني بس في مسألة مهمة جداً 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 وإن كانت سهلة لكنها مهمة مسألة التخصيص مع العموم بعض الناس يبالغ في قضية التخصيص حتى يقول إنه ما من عام إلا وقد دخله الخصوص أو التخصيص وهذا الكلام يكاد أن يكون مشهوراً في كتب الأصول ومن شهرته لا يعرف من قائل به من شهرته هذا الكلام وهذا الكلام له لوازم باطلة ولذلك يقول يعني ابن الحافظ كلام جميل في التذكرة قال إنه على هذا القول أي ما من عام إلا وقد دخله التخصيص طبعاً يقول ما من عام إلا وقد دخله التخصيص إلا آيتين في كتاب الله كذا يقولون الأولى قول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها والآية الثانية قوله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم هكذا يقولون غير هذه الآية كل شيء فقد دخله التخصيص يقول ابن الحافظ يقول إن على قولهم هذا فإنه لا يجوز الاحتجاج بعموم القرآن لأنه قد دخله التخصيص قال وهو خلاف الإجمع ولذلك فإن بعض الناس لما اقتنع بهذه القاعدة أن ما من عموم إلا وقد دخله التخصيص بدأ أتى بقاعدة باطلة فقال وقد تيقن وجود التخصيص ولم نعلمه في بعض الصور فيكون محتملا فلا يجوز الاستدلال بالدليل المحتمل فترك الاستدلال بالعمومات بحجة أنها محتملة وكلامهم هذا في غاية البطلان وقد أطال ابن القيم في نحو يعني خمس أو بضع صفحات في إبطال قولهم هذا في كتابه العظيم الصواعق المرسلة وبيّن أن هذا أصل من الأصول الفاسدة التي بني عليها الكثير من الفهوم الخاطئة سواء في أصول الدين أو في بعض الفروع الفقهية وإن كان الفقهة قد يكون أقل استخداما لرد النصوص العامة لكن قد يكون في الأصول العام في أصول الدين أكثر وكذلك الشيخ تقيدي أيضا له كلام في هذا المسألة الكثير لكن أردت التنبيه لمسألة التخصيص نعم قال التخصيص هو قصر العام على بعض أجزائه هذا التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى هو قريب من تعريف ابن الحاجب فإن ابن الحاجب قال هو قصر العام على بعض مسمياته وقد قيل إن تعريف ابن الحاجب مثل التعريف الذي أورده المصنف كذا قال بمفلح وقيل لا بل إن الصواب هو تعريف المصنف وأن تعريف ابن الحاجب خطأ فقد ذكر الجراعي أن ابن الحاجب قصر جعله مقصور على بعض مسمياته قال وهو باطل إذ لا مسميات لللفظ العام وإنما هو مسمى واحد وإنما الصواب أن يقال على بعض أجزائه هكذا قالوا وهو جائز عند الأكثر خبرا كان أو أمره نعم قال وهو جائز عند الأكثر أي عند أكثر الأصوريين حكي الاتفاق على جوازه ممن حكى الاتفاق وأنه لا خلاف فيه بن قدامه في الروضة ولكن المصنف حكى خلافا في مسأة الخبر كما سيأتي قال خبرا كان أو أمرا أي سواء كان اللفظ خبرا أو كان أمرا مثال التخصيص في الخبر يعني يأتي أخبار عام عن الله عز وجل ثم يخص مثل يعني ما جاء في دخول الجنة وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يحب أن يدخل الجنة فيحب أن يرجع إلى الدنيا هذا خبر عام ثم خصص فقال إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيموت عشر عشر مرات لما يرى من الكرامة فهذا خبر قد خص بعد ذلك أو أمر والأموامر الكثيرة وأغلب الذي سيأتي إنما هي في الأوامر قال وقيلة هذا قول نسبه بمفلح لبعض الشافعية وبعض الأصوريين وقد ذكروا أنه قول شاذ لا ينظر إليه أنه لا يجوز في الخبر وهذا غير صحيح بل هو يجوز في الخبر وخاصة التخصيص المتصب أو ما في حكم المتصب وسيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل أن المتصب هو في الحقيقة قد يقال أنه ليس تخصيصا بمعنى التخصيص سيأتي إن شاء الله بعد قليل نعم مسألة تخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز عند أصحابنا نعم بدأ يتكلم مصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة عن أقل ما يصل إليه اللفظ العام بعد التخصيص فقال تخصيص العام أي اللفظ العام إلى أن يبقى واحد أي لا يبقى إلا واحد من أجزائه التي تندرج تحت المسمى جائز عند أصحابنا يعني أصحاب الإمام أحمد جزم به كثير منهم كابن بموسى والقاضي وأبي الخطاب وابن عقيل والموفق والطوفي وابن مفلح وقال مرداوي هو الصحيح مذهب الإمام أحمد القول الثاني نعم ومنع أبو البركات وغيره النقص من أقل الجمع نعم هذا هو القول الثاني أنه لا يجوز أن يكون العام بعد التخصيص يقل عن أقل الجمع وهو ثلاثة على قول الأكثر وقل اثنان وهذا القول نسبه المصنف لأبي البركات قال وغيره نسبه لغيره أو نسبه القاضي لأبي بكر الرازي قال فيما حكاه الجرجاني عنه وبه قال أيضا أبو بكر القفال الحقيقة أن هذا القول الذي نقله المصنف عن أبي البركات وعن غيره تبع فيه ابن مفلح وفي نسبته لهم بهذه الطريقة نظر وإنما هم يقسمون ألفاظ العموم إلى قسمين فإن كان لفظ العموم من ونحوها فإنه يجوز تخصيصه حتى يبقى واحد وإن كان لفظ العموم من ألفاظ الجموع العامة كالرجال والنساء والناس فإنه لا يجوز أن يخصص إلا أن يبقى ثلاثة وهو أقل الجمع وذلك الصواب أن قول أبي البركات فيه تفصيل وليس كما ذكره المصنف وكذلك غيره كأبي بكر الرازي فقد نقل عنه القاضي أبو يعلى التفصيل فكل من نقل عنه هذا القول فصلوا بين صياغ العموم ولم يطلقوها كما ذكر المصنف تبعاً لابن مفلح نعم واختار بعض أصحابنا وغيرهم بقاء جمع يقرب من مدلور اللفظ نعم قال واختار بعض أصحابنا وغيرهم يعني بقوله بعض أصحابنا يعني به القاضي أبو يعلى في كتاب الكفاية وهو من كتب الأصورية القديمة أخذ هذا القول وصحح هذا القول الشيخ عبد الحليم بن تيمية في المسودة قال وهو الصحيح لمن عرفه فجزم بتصحيحه وصححه أيضاً بن حمدان في المقنع ويبدو لي من غير جزم أن الشيخ تقييدين يرى هذا القول أيضاً فقد ذكر الشيخ تقييدين في الاقتضاء أن اللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة ولا النادرة وهذه العبارة من الشيخ تقييدين قريبة من قول أبيه عبد الحليم أنه لا بد أن يوجد جمع يقرب من مدلور اللفظ فالصور النادرة والقليلة يرى أنه لا يصح أن يسلق عليها اللفظ العام وهذا ظاهر كلام الشيخ وتحتاج إلى تحقيق أيضاً قوله وغيرهم أي من قال به من غير الحنابلة أبو الحسين البصري وصاحب المحصول وذكر البرماوي والصواب في اسمه هكذا بكسر الباء لا بفتحها وذكر البرماوي أن إليه ميل الجوين والغزاري قال بقاء جمع يقرب من مدلور اللفظ بمعنى أنه لا بد أن يبقى بعد التخصيص عدد كثير عدد كثير وقد قال جماعة ومنهم الجراعي أن معنى جمع يقرب من مدلور اللفظ أي يبقى عدد كثير وهذا عدد الكثير قيل النصف وقيل أقل والصواب أنه لا حد له فقد يكون أقل من النصف لأن قد يكون اللفظ العام يدل على أجزاء أكثر من كثيرة جداً فلا عبرة بالتقدير بالنصف المخصص المخرج وهو إرادة المتكلم واستعماله في الدليل مجاز يقول الشيخ المخصص وهو اسم فاعل بكسر ما قبل الأخير هو المخرج أي الذي يخرج بعض أجزاء اللفظ العام قال وهو وهو أي المخصص إرادة المتكلم يعني أن الذي يخصص هي إرادة المتكلم هي التي تخصص اللفظ وقد عبر المصنف هنا تبعاً لبينمفلح بالإرادة بينما الطوفي وتبع الطوفي يوسف بن عبد الهادي في الغاية قالوا أن المخصص هو المتكلم نفسه هو المخصص والأمر فيهما سهل فكل العبارتين لا أثر لها ويعني حتى في يعني استعمال الشرعي في كلام الله عز وجل صحيح قالوا واستعماله في الدليل مجاز أي استعمال لفظة المخصص في الدليل الذي أدى إلى التخصيص وهي الأدل التي سنبدأ بها اليوم على سبيل الإجمال والتفصيل في الأسبوع القادم مجاز وليست حقيقة لماذا أورد المصنف هذه الجملة أو هذه المسنف ليبين لنا أن كلمة المخصص تستعمل حقيقة ومجازا فالمخصص صحيحة فالمخصص حقيقة هو المتكلم أو إرادة المتكلم فإن قلنا المتكلم هو الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم والمخصص مجازا هو الكلام الذي بين لنا المراد وإذا عبر بلفظة المخصص في كتب الأصول فإنهم يقصدون به اللفظ المجازي ولا يقصدون به لفظ الحقيقة هذا مراد المصنف نعم وهو متصل ومنفصل قوله وهو أيها المخصص أو المخصصات تنقسم إلى نوعين متصل ومنفصل المتصل هو الذي يكون متصلا باللفظ العام والمنفصل الذي يكون بعده خصه بعض أصحابنا بالمنفصل نعم قوله وخصه بعض أصحابنا يقصد ببعض أصحابنا الشيخ تقي الدين بن تيمية فإنه قال إنما مراد الأصوليين بالمخصصات المنفصلة فقط دون المتصلة وسيأتي كلامه بعد قريب نعم وقال هو اصطلاح كثير من الأصوليين لأن الاتصال منعه العموم فلم يدل إلا منفصلة فلا يسمع عما مخصوصا نعم هذا الكلام الذي أنقله عن الشيخ تقي الدين هو موجود في كتاب الإيمان للشيخ تقي الدين وعبارته بنصها قال أولئك لم يكن في استلاحهم عام مخصوص إلا إلى خصة بمنفصل وأما المتصل فلا يسمون اللفظة عاما مخصوصا البتة فإنه لم يدل إلا متصل والاتصال منعه العموم وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين وهو الصواب ولا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما وهو المخص المتصل قال ولا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما أنه داخل فيما خص من العموم ولا في العام المخصوص لكن يقيد فيقال تخصيص متصل وهذا المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق يعني يتبين لنا من هذا الكلام أمران أمر الأول أن الشيخ تقي الدين يقول إن المتصل هو تخصيص ولكن لا نقول إن اللفظ إنه خصص العام هو تخصيص لأنه لما اتصل بالعام صار كالجملة الواحدة فالعام لا يمكن إفراده عن المتصل به نعم هو في ذاته مخصص لكنه الجملة ليست عامة لذلك ورد عليها التخصيص فالجملة لما كانت في سياق واحد ومرتبة فإنه في هذه الحال تعتبر كالجملة الواحدة فالاتصال جعلها كذلك لعل نقف هنا الأسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بالتخصيص المتصل أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد شكرا للمشاهدة